طيب في رحلتنا بقى الاتزان شفاء ازاي حضرتك بتشخص دي عرفناها خلاص ازاي حضرتك بتعالج او تنور الطريق بالالوان وازاي الالوان هتساعد لك هو حضرتك اما بقول تشخيص بالالوان زي ما حكيت هو مش بشخص بالالوان انا بستقدم الالوان لقراية للطرابات الشعرية فبعرف اللي قدامي مضطرّب فينا العلاق مش بالالوان برضو العلاج ان انا بساعده انه هو المنطقة اللي هو مضطرّب فيها بدربه عليها انا بقولها بشكل مبوسط للغاية بس لانه توصل اه فمسلا مضطرّب شعور الطمقنينة بدربه على الطمقنينة عمم مضطرّب شعور القيمة بدربه على القيمة مترّب شعور القدرة عالن مستوى الاجتماعي بدربه الزياي بقى قادر عن الاسط reality العام وين يساعد الناس ويوقف جنبوهم ويحللهم مشاكلهم مضطرب بشعور التطوير على المستوى الذاتي فبدربه ازاي ده من يختار الجديد وازاي يجدد حكرا مصدي؟ فبدأشتغل على بشوف الاتراب فين وبدربه ازاي يعيشوا بالتزام اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيك يا فهلا انثى يمينية 25 سنة تعاني من الزهق والملل المستمر مما يسبب لها عدم الاستمرارية في اي عمل ده حاجة ده قلق ورفض مش احنا كنت ديسة بتكلم على الازرق ده ازرق مضطرب جدا ازرق اجتماعي مضطرب فهي مش حاسة بطمأنينة ولا مش قادرة تحاسي بطمأنينة مع الناس مش قادرة تطمن الناس ولا قادرة تطمأن بيهم فده مهم جدا انها تعف تطمأن بالناس وتطمأن بيهم واتطمأن بنفسها اساسا قبل الناس فالانسان ما يعافش تطمأن بالناس ازرق انش قادرة تطمن بنفسه المهم انها تتعلم زي تطمأن بنفسها وتسكن انها مش محتاجة حد يطمنها هي تطمأن لان الاطمأنان مالوش من سوبر ماركت نشتري منه اطمأنان والاطمأنان جوانا فعلا احنا مولودين باطمأناننا بس احنا بنسيبه انه ونتدعي انه مش جوانا احنا مولودين بالمشاهر الفطرية كلها يدوك بالزبط كده انثى يمينية اربع وخمسين سنة تعاني من القلق المستمر على اولادها يصل لدرجة البكاء المستمر خوفا ان يحدث لهم مكروح حدرك ده بقى خوف خوف وقلق طبعا في بعض وده ممكن يدخلها على فكرة في بانيك التاكس يعني بتشتكي منه ده غالبا نوبات هلعة فهي خايفة جدا من اللي جاي وفي نفس الوقت قلقانة جدا انا بلدها وده وضع طبعا من المؤلم لانها مش عايش الحاضر اصلا فدي مهم انها تتضرب ازاي تعيش الحاضر بس يعني ما حادش عايف منها يشفي منها يموت حادش عايفها خالص خالص سبحان الله فهي قاعدة بتبهدل نفسها على حاجة الله ععلا ما تحصل ازاي يعني انا ام الله وحمها يعني ده قصة حقيقية حادش انا كنت انا طفل بعد ابكي ان امي صحيتها تعبنة جدا وكتين فاهمانا انها بتخلق خلصانة وحتفلت وهي فعلا خلصانة فعلا يعني صحيتها تعبنة جدا بس انا اتروع امي بعاني من انا طفل صغير ان امي حتموت امي حتموت امي حتموت امي شافت اولادي اربعة من ولادي شافتهم قربتهم كبار امي متى حاجة سبعين 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 سنة وانا من هي في ست تلاتينات نعمرها خلصانة خلص فالعمر بها دي الله يعني يعني نودع القلق والخوف ده لو مختارنا يعني كنا عايزين يعيش براعاتنا بقى طيب بكر يميني اربعة وثلاثين سنة يعاني من رعب المواجهات والهروب من المسؤولين ده مش بعيدة عن الحالة اللي كنا عانا مشهول ده خايف من المواجهة جدا ده خوف من المواجهة وده تراب في الاصفر تراب في الاصفر شديد تراب في الاصفر وتراب في القيمة كمان بناسبة فتراب انا خايف جدا من اللي جاي وخايف جدا ان انا حاس انها مش قدل لنا حواجهه ده وده حل ده عايز تدريب يعني انصح ان كل اللي شاركوا دول انصحهم ان يشتركوا معنا في جم القيم كل الاسئلة دي ترابوا بس على مشاعرهم يستحضروا قيمتهم ويستحضروا فرصة ان قدرة ان هما يعيشوا جديد ويعيشوا جميل ويعيشوا كيمة ويعيشوا مكانة مش محتاجين الكلام بحد هما يقدروا يعيشوا لوحدهم المشاعر دي دكتور لو زادت شوية ممكن تؤدي الامراض عضوية بقى بلا شك بلا شك طمام يعني الامراض العضوية كلها بتبتدي بالطريقة دي اه بالمخاوف اه طمام المخاوف او القلق ذكر يساري 44 سنة يعاني من النسيان الدائم الذي قد يصل لفقدان الذاكرة المؤقت حضرك ده على طول ده حالة يعني ده عايش عايش بشكل مستمر للغصب والاضطرار ففيه حاجة هو عايش مقصوب عليها على طول وهفيه حاجة هو مضطر اعماء يقوم بيها على طول فهو دايما مخنوق ما بين الغصب والاضطرار ما عافش يركز ما عافش يفتكر حاجة وغالب عية الناس بدالين احنا عندنا قولون دايما موجود وامرات كتيرة في الغصب ذكر يميني 23 سنة متزوج يعاني من التفكير الدائم في المستقبل خايف خوف ده خوف خوف على طوب فهو التفكير الخوف لان الفكرة هنا هي هو في الغالب خايف ان الحاجة تحصل انه مقدرش حقه اللي هو عايشه يعني ده فهو قاعد بفكرة 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 على طول في اللي جاي فهو خايف ان هذه الحاجة تحصل وما يقدرش يبقى النجم اللي هو عايز يكون فالحل عشان يبقى نجم مش ان هو يقعد بيخاف الحل هنا عشان يبقى نجم ان هو يفضل يبزل جهوده ان يكون نجم الى ان ودي رحلة دي رحلة لحياته رحلة النجومية والنجومية ملهاش محطة عشان ما يوصلها يبقى نجم وهيفضل جهوده يبزل جهوده يبزل جهوده يبزل جهوده وان بدأ الناس يشوفوه نجم وبعيكها يبقى نجم ويقبر 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 وقد يخبوه احيانا ونجم ويتوهج احيانا بس يدي حيانا موسيقى